اهلا بكم في دقس جديد من دروس الابجكت اوانت بروغرامنج في الدقس ده زي ما وعدنا الموار اللي فاتت ان احنا هنتكلم عن بعض النصائح والارشادات اللي الحراكة ممكن تستخدمها اثناء مرحلة الابجكت اوانتفكيشن عشان تحد من الاخطاء الموجودة في المرحلة دي هنبتلين نتكلم عن الارشادات دي نقطة نقطة وناخد مثال على كل نقطة فيهم اسألينكم تركزوا جدا في النقاط دي وتحاول تجيب واقع وقلم وتكتب امثلة عليها اثناء ما احنا شغالين ويريد كمان لو تطبعها في اول مرحلة من ذاكرتك الموضوع ده ممكن تطبع التبس دي في واقع وتحاول تطبقها في الاكزامبل اللي احنا هناخدها بعد كده او اللي هتقوم مطلوبة من حضرتك في الاكسرسايز النهارة اول نقطة معنا هي requirements document is your friend requirements يا جماعة هي الاساس بتاعة المرحلة دي انت بتطلع الوجيكس منين هنطلع الوجيكس من requirements document هنطلع الcharacteristics والbehaviors منين من requirements document تمام الاكسرسايز اللي احنا كنا بنكلم عنه الموالفات اللي لما كنا بنقول method print مثلا هتبقى موجودة جوالكلاس product ولا مش هتبقى موجودة دي كتمرحلة تالي مرحلة انها موجودة اصلا في requirements ولا لا يعني انا كنت بكر requirements لقيت فيه method في requirements اسمها ان الproduct ده محتاجي تعمله print ففيه method اسمها print دي ما فهاش ادنى شك فيها فهيبقى عندنا method يا جماعة اسمها print طيب الprint دي هتبقى موجودة في class بتاع الproduct ولا هتبقى موجودة في class تاني ده بقى اللي هتكلم فيه انت دورك كأنرس تحدد المكان الصح للميثود دي او للbehavior ده او الcharacteristics دي تمام؟ فrequirements هي الاساس طيب ازاي بقى طلع الوجيكس من requirements مثلا اول ملحوظة بتقول ان الوجيكس نون عادة هتلاقي الوجيكس الموجودة عندك في system عبارة اسماء يعني مثلا المستخدم يقدر يعمل browsing للproduct دي ما اخدنا المثال ده قبل كده فعندنا مستخدم وعندنا products فاليوزر ده noun اسم يعني مش فعل فاليوزر ده noun فعادة ده هيبقى object عندك في application الproduct ده noun فهيبقى object عندك في application فهو انت بتقرأ requirements استطلع منها nouns ودي هتبقى potential او احتمال كبير جدا تبقى هي الوجيكس الموجودة عندك في system اكيد بلا ادنى شك بعضهم او معظمهم هيبقى objects بعضهم هيبقى لقى وهيبقى فيها كلام فحضراتكم ممكن تستخدموا الاسماء اللي هي الوجيكس الموجودة عندكم في system وبعد كده في مرحوالة اخرى هنقدر بقى نحدد ان هي فعلا objects ولا في حاجات احنا ممكن ما نحتاجهاش نقطة اللي بعد كده بتقول should the objects related to your system وانت بتقرأ requirements هتلاقي في بعض objects طبعا هتلاقي اسماء كتير جدا وانت بتقرأ nouns اللي موجودة في requirements بكتير جدا هتلاقي فيها اسماء ملاش اي علاقة بالsystem عندك تمام الاسماء دي ما تاخدهاش معك مش كل الاسماء اللي هتلاقيها هتبقى هي objects لا خد بس اللي ليه علاقة بالsystem بتاعك زي ايه مثلا لو عندنا مثلا في requirements جملة بتقول اثناء عملية البيع لو اليوزر بيشتري اثناء ما هو موجود في المنزل اعمل كذا 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 فذكرت كلمة المنزل هنا طبعا ده جاء وظهر في ال context بتوصف حالة ولكن في الاساس مفيش عندنا object في system هتبقى اسمه house هتبقى اسم منزل فمن قصدي يعني حاجة من هذا القبيل فتركز ان مش كل النونز هاخدها يبقى هيدي ال object خلاص لا احنا بنتكلم في context في system حاجة معينة فالsystem ده اشوف النونز الobject اللي مرتبطة بيه وزي ما اتفقنا دي عملية accumulative يعني مش من اول مرة تطلع صح ممكن اول مرة تلاقي object غلط اول مرة تلاقي object مش مفروض تكون في system فتشيلها بعد كده كل ده طبيعي وعادي جدا نقطة اللي بعد كده system is not an object لما تلاقي في requirements وانت بتقرأ كلمة system فدي مش هتبقى object لان system ده باختصار تده تعتبره ال container بتاع ال application بتاعك او ال program كله هو ده system فلما يقول مثلا system هيطلع alert لليوزر ما تقولش system ده object تمام؟ فكلمة system تحديدا او المعاني الموادفة لها دي عادة مش هتكون objects عندك في system مش هكون objects موجودة في المودلنج بتاع ال OP بتاعك لا دي هتكون بتعبع عن ال container او المشروع ككل او البرنامج ككل النقطة اللي بعد كده بتقول choose objects member attributes or behavior that is related to your system هبنطلق قلمة member على ال attributes او على ال behaviors الخاصة ب object معين عندنا object اسمه user ده name و email و address دول بنسميهم members عنده مثل اسمها refund او ask for refund او get address دول بنسميهم برضو members فال attributes او ال behaviors بنطلق عليهم members تمام؟ نرجع الى نقطة اللي كنا بنراها choose only objects member that is related to your system دي نقطة مهمة جدا في الغاية الاهمية فما حابدين نتكلم مثلا عن ال product ماشي؟ فممكن نقول ايه الخاصائص بتاعت ال product اتفقنا في اول نقطة ايه requirements is your friend هي ال requirements هي ال الاساسية فهو انت بتكرأ ممكن تقولي ال product ليه id و name و description photos او images و حاجات تانية whatever ففيه attributes كتير جدا ممكن تزود بقى من عندك من دماغ حضرتك ال weight بتاعه ال color بتاعه ال speed بتاعته ممكن تقول طب ما المنتج ده ممكن يكون عربية فانا احط ال speed كمان يمكن احتاجها طب ما المنتج ده ممكن يكون طيارة فانا اختار بقى ان انا احط نسبة الحكز او ال class بتاع الحكز دي هاي هي economy ولا مش economy وتلاقي دماغ حضرتك سرحت في كامل attributes وال behaviors اللي موجودة في الكرة الارضية اطلاقا ده مش صحي تماما requirements هتحددلك انت بتختار ايه بالضبط ال attributes وال behaviors اللي مرتبطة بال objects اللي موجودة في system بتاعك ما تزودش عن اللي موجود قدامك طبعا انت بعد كاف مستوى ممكن تزود اي حاجة ال design ما تحطش حاجات ما لهاش لازمة تمام النقطة اللي بعد كده بتقول choose need attributes يمكن دي العقرب اللي فات الاختار فقط ما تحتاجه من attributes في المرحلة اللي انت واقف فيها وبعد كده تقدر تزود بعد كده مستقبلا يمكن دي تشرح او يعني غريبة جدا من النقطة السابقة objects attributes are adjectives يعني وانت حضرتك بتكرأ هتلاقي في بعض الحاجات بتوصف ال object حجم ال object, tool ال object, وزن ال object تمام color بتاع ال object حاجات زي كده هتلاقيها في صورة حاجات بتوصف صفاتي يعني صفاتك انجليزي هقولنا nouns و لسه هنقول فيبس تلوقتي ال adjectives عادة ممكن تبقى potential attributes او حاجات محتملة انها تكون attributes او fields خاصة بال object بتاعتك نطلق بعد كده بتقول methods are verbs actions to be done on the object او offered by طبعا دي كلمة objects to be done on the object or offered by it مش product تمام عرض انت خطأ كتابي المقصود هنا ايه زي ما قلنا ان attributes هتبقى adjectives وقلنا ان ال object في الاساس هيبقى noun في اسم الاسم ده هو اللي هيعبع عن ال object فلو لقيت افعال فالافعال دي عادة هتبقى methods تمام؟ بنحاول بس اقرب لك بعض الحاجات وانت بتققى requirements ما تلاقيش كلمة نون وتخدها تبقى method مش هتلاقيها مناسبة اطلاقا تمام؟ هتلاقي عادة ال methods هتبقى بعض ايه عن verbs زي مثلا ايه زي مثلا في requirements بيقول تسجيل طلاب في جامعات مثلا student can register in multiple universities student can register in multiple universities لو خدنا مثال زي ده ال student ده اسم فعادة هيبقى object عندي في السيستم can register ده فعل فدي هتبقى method موجودة عندي في السيستم وعادة او يعني اول لحظة اول حاجة ممكن اخمنها انها هتبقى موجودة في class الاسم student ممكن انقلها بعد كده بعد ما فكر شوية في الموضوع بس هي دلوقتي من كونها بس فعل حديت لي انها هتبقى method فكلمة register method موجودة في السيستم لو كملت الجملة هلاقي في الاخ كلمة university في university دي noun فالنون ده برضو هيبقى object عندي في السيستم تمام؟ فدي ممكن برضو ايه ملحوظة اخر اخر حاجة هنا think about the method twice does it really belong to this object هدلوقتي في المثال مثلا احنا نسا قاعدين اقولنا ايه الطالب يسجل في الجامعة فقلنا ان فيه method اسمها يسجل وحطناها في الطالب كما حالا اقول فكر بقى بعدها مرة تانية بعد ما تخلص النقط جزء ده فكر هل فعلا register دي موجودة في class of object student قاعد النظر كده او التفكير في النقطة دي هل فعلا الطالب كobject هو اللي بيسجل لنفسه فكر فيها كده لو بصيت لها في الحياة العملية هو الطالب في الحياة ما بيسجلش نفسه ما الطالب بيعمل ايه الطالب بيروح لمكتب التسجيل ويقول لو سمح سجلني في هذه الجامعة مثلا او لو هو مش هيروح في حتة يخش على الموقع فهيختار university ويدوس على كلمة register فرجستر دي هتبقى حاجة موجودة في مكان تاني والطالب بيستدعيها تمام؟ فبعد ما تفكر مرة تانية ممكن تستنتك جدا ان الregistration دي او مش موجودة في في الكلاس بتاع او في الابجيكت بتاع ممكن جدا تكون موجودة في الكلاس تانية او في ابجيكت تاني اسمه لو فكرت فيها مرة تانية في الواقع ممكن الطالب يروح فعلا مكتب ويقابل مدير التسجيل يقول له سمحت سجلني في الجامعة كذا فاللمسؤول عن التسجيل عملية ممكن يكون ابجيكت تاني اسمه سواء بقى ده كان شخص او كان حاجة وهمية في السيستم حاجة موجودة في السيستم فاستيل هو عندي ابجيكت واستيل هو عندي ليه خصائص معينة وليه وظائف معينة اللي منها ممكن يكون تمام زي ما قلتلكم الموضوع ده محتاج من حضراتكم وقت تفكير ترتيب مذاكرة تدريب كتير عشان تحسن من اداء الابجيكت عندك بالمناسبة لو حطيت جوه الطالب وكملته بدأت الكوب بتاعك على كده الكوب بتاع حياتك هيشتغل بس الكود بتاع مش هيبقى object oriented design بشكل جيد وبالتالي مش هتحصل على الفوائد اللي احنا اتكلمنا عنها في فيديو ليه object oriented programming كلمنا عن شوية فوائد لما البناتك بتاع حياتك يكبر فيه شوية فوائد هتجنيها من استخدام فلو مهتمتش بموضوع الديزاين وان كل object يبقى مسؤول فقط عن حاجات اللي بيعملها هتخسر مميزات كتير في المستقبل لما البناتك بتاع حياتك يكبر وده الهدف من كل اللي احنا بنقوله ده تمام الموضوع مش بس coding وازاي تكتب object وازاي تعمل class بتاعه وازاي تعمل object من class والكلام ده الموضوع اكبر من كده اتمنى ان يكون الفكرة بتاع الموضوع ده وصلت لحضرتك وتفهم بالضبط دلوقتي احنا بنعمل ايه في الكورس ده عظيم التاسك اللي مطلوب من حاجاتك النهاردة بقى ايه مطلوب من حاجاتك تعمل الاكسرسيز التالية انك تايدنتفاي الobjects اللي موجودة في السيستمز دي core game لعبة عبيات instant messaging software زي الواتس هاب مثلا او telegram contact manager application المطلوب من حضرتك انك تعمل identification للobjects اللي موجودة في السيستمز دي يعني ايه؟ يعني تحدد ايه الobjects ايه الاتريبيوتس بتاعه الobjects تمام كده؟ فقط ده المطلوب من حاجاتك فقط بالنسبة لل طبعا احراككم عادين قدامي دلوقتي كان مفروض حد وقفوا سألني طب هي فين بتاع السيستم دي؟ حضرتك قلتنا ان هي الاساس اللي بنبني عليها عملية ال تمام مضبوط وعندكم حق 100% تقدر حضرتك تستعود عن باي مثال جاهز معمول قدام حضرتك يعني بالنسبة ل افتح حرارتك بينامج الواتساب وقلب فيه شوية وشوف من غير بقى ما تقع المفروض صحي فيه بس احنا هنا بنتدرب لسه وبعدين فيه معمولة جاهزة للحاجات دي فانت ممكن تستعود عن بالابليكيشن الحقيقي او السيستم الحقيقي فانت نقي اي كارجيم تمام واخد جزء من الكارجيم دي حتى مش لازم تاخد الكارجيم كلها خد جزء منها خاصية معينة فيها وطلع منها الابجيكس والاتيبيوتس والبهيفيورز تمام؟ نفس الكلام في الانسانس ماسجنج خد برنامج التلجرام خد الفيسبوك ميسينجر خد برنامج الواتساب افتحه قدام حضرتك طلع الابجيكس اللي موجودة وطلع الاتيبيوتس والبهيفيورز اللي موجودة لكل اوبجيكس نفس الكلام في الكنتاكت مانجر ابليكيشن طلع تفتح الموبايل بتاع حريطك طلع تفتح برنامج اللي فيه الكنتاكتس تبص على البرنامج تبص على ايه الخاصائص اللي جواه تطلع الابجيكس اللي موجودة في البرنامج ده وتعمل لها ايدنتفيكيشن طلع الاتيبيوتس طلع البيهيفيورز الاكسرسايز مهمة جدا جدا يا جماعة مش هتتعلم صدقني بقولها للمرة المليون مش هتتعلم ابدا بدون تطبيق لما طبقتش حريطك على الكلام ده ولا كأننا قلنا اي شيء تمام؟ استأذنكم رجاء طبق وعمل امثلة وحل واغلط وراجع وعيد تاني عشان تبني الاكسبرينس عايز اكسبرينس تبني الاكسبرينس ازاي؟ تمام؟ تقدر بعد ما تخلص الاكسرسايز دي وتنفذها تبعتها دي في الكومنس على الفيديو ده او في وسائل التصالي الموجودة في وصف الفيديو تبعتلي اللي انت عملته وممكن يبقى فيه فرصة ان شاء الله ما منس عليها بحيث يبقى التعليم نوعا ما تفاعلي بكده نكون انهينا المحاضرة اشوفكم ان شاء الله في محاضرات قادمة وما تنسوش تبص على اصف الفيديو لو في اي تحديث وطبعا لو في اي حد اخر مهتم بالفيديو ده اتمنى ان كنتم تشاركوا الفيديو ده معاه ولو حاضرتك مش مشترك في القناة او مش عمل سبسكايب ممكن تشترك الان عشان يجي لحارتك اشعارات بين المحاضرات الجاية ان شاء الله شكرا جزيلا واشوفكم ان شاء الله في محاضرات قادم